موسيقى أهلا بكم تؤكد جميع الأرقام أن مشكلة البطالة في العراق آخذة بالاتساع ومعها يرتفع مؤشر الفقر ويقول الناشطون والعاطلون أن حكومة السوداني لا تختلف عن سابقاتها من حيث الوعود والبرامج في إيجاد حل النهائي لهذه المشكلة المزمنة ولا يمكن الوثوق طبعا بالتصريحات الإعلامية ما لم يكن هناك تنفيذ وتطبيق فعلي على أرض الواقع وأعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن نسبة البطالة في العراق بلغت 16.5% فقط لكن الخبراء الاقتصاديين يقولون أن نسبة البطالة في العراق تتخطى 40% وأن جميع الحكومات بعد العام 2003 حاولت تقليل هذه النسبة للتغطية على فشلها في معالجة هذه المشكلة المستعصية كما أن التوظيف الحكومي وفق هؤلاء المختصين هو حل ترقيعي فاقم الترهل الوظيفي في ظل عدمي سوق عمل تنموية وارتفاع معدلات النمو السكاني وأعداد الخريجين سنويا التي تضاف إلى جيش العاطلين عن العمل مشكلة البطالة المزمنة في العراق والحلول الحكومية الترقيعية لحلها هي التي سنبحثها في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها عدة أسئلة هل أصبحت البطالة في العراق مشكلة مزمنة تستعصي على الحل أو على الأقل تخفيف حدتها بعد العام 2003؟ وهل فعلا أن التوظيف الحكومي للعاطلين حل ترقيعي فاقم الترهل الوظيفي في ظل عدم وجود سوق عمل حقيقية ورؤية حقيقية؟ ولماذا يعتقد العاطلون عن العمل أن حكومة السوداني لا تختلف عن سابقاتها في وعودها الإعلامية لحل مشكلة البطالة؟ ولماذا حاولت كل حكومات ما بعد العام 2003 تقليل النسب الحقيقية للبطالة وتقديم إحصاءات زائفة عن هذه المشكلة للرأي العام في العرب؟ وكيف ستعالج حكومة السوداني ضغط القطاع الحكومي الهائل على الموازنة العامة دون إنتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات المالية العالية؟ ضيفات طاولة رافع الفلاحي هدى بالكوبيسي عندما تتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران وتصبح الدوائر الحكومية مرتعا للفساد الإداري يذهب آلاف الخريجين الجامعيين والمهنيين والحرفيين إلى المجهول وتلك هي المعضلة الكبرى التي يعاني منها بلد غني بالثروات مثل العراق حيث أصبحت أزمة البطالة السمات الأبرز في حياة الشباب العراقي أكثر من 40% من الشباب عطلون عن العمل بحسب مصادر مطلعة وتتزايد هذه النسبة كل عام مع تخرج آلاف الطلاب من الجامعات واقتصار الوظائف الحكومية على المحسوبين على الأحزاب النافذة ومن يقومون بدفع الرشاوة للمسؤولين عن التوظيف هذا الأمر يذكر بتصريح سابق لوزير المالية الأسبق علي علاوي أكد فيه أن الأشخاص الفضائيين الذين يأخذون رواتب من الدولة يتراوح عددهم بين 200 ألف و250 ألف شخص أما الموظفون الذين بلا دوام فأعدادهم أكثر من ذلك مبينا أن هاتين الفئتين تشكلان نحو 20% من الموظفين وتخصص لهم 20% من موازنة الرواتب سنويا وبالنسبة لما تبقى من وظائف حقيقية فلا تعتمد على الكفاءة والخبرة وإنما على المصالح الحزبية والميليشيوية فلذلك يسيطر الفشل على عمل المؤسسات الرسمية تدمير القطاع الصناعي بشكل شبه كامل ومن ثم الزراعي زاد من أزمة البطالة وحولها إلى أزمة وجود معيشية أصابت كافة فئات المجتمع وحولت العراق إلى بلد طارد لأبنائه بينما يستقطب العمالة الأجنبية لأسباب تتعلق بالحسابات السياسية والمالية القضاء على البطالة لا يتم بوعود وهمية وإجراءات ترقيعية لا يمكن للسوداني أن يتعداها في ظل منظومة حكم تمارس دورها الوظيفي في إبقاء الشعب على حافة الفقر وترك الشباب يطارد حلم الوظيفة والعمل بينما يتفرغ زعاماء الأحزاب والكتل لبناء إمبراطورياتهم المالية أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار ستبحث هذه الحلقة في مشكلة البطالة المزمنة في العراق والحلول الحكومية الترقيعية لحلها ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب الباحث السياسي وستكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية الدكتورة هداب الكوبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية أهلا وسهلا بيضيفين الكريمين حياكم الله أهلا وسهلا بكم الدكتور بعد العام 2003 برزت مشاكل عديدة من ضمنها مشكلة البطالة التي تدحرجت وكبرت وتغولت وتضخمت يعني وأصبحت كأنها مشكلة مزمنة يستعصي حلها رغم ما توافر بإمكانيات وأموال هائلة للعراق في هذه الفترة عقدين من الزمن أين المشكلة في أن هذه المشكلة لم تحل بسم الله الرحمن الرحيم وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفتك الكريمة الحقيقة المشكلة تكمن في عدم وجود عقل يدير الدولة بشكل صحيح عدم وجود تخطيط عدم وجود رؤية الحاضر والمستقبل لبناء دولة وبناء مستقبل لهذه الدولة لذلك نجد أن هناك الأحلول عندما تنتهي الزراعة والصناعة ويبقى الاعتماد على مصدر واحد للدخل هو النفط والشعب يذهبون به إلى الأحزاب تتولى الموضوع وتذهب به إلى التعيينات ويعينونا أكثر من خمسة ملايين موظف رواتبهم تكلف الخزينة أكثر من ستة مليار دولار شهريا هذا كل جزء من غياب التخطيط من غياب الرؤية إضافة إلى أن التخطيط هذا يشمل على وجود تنمية البلد ليس فيه تنمية التنمية غائبة ليس فيه خطط تنموية ليس فيه قدرة على رؤية المستقبل وحسابات المستقبلية لاحظ أستاذ ماجد في كل دول الدنيا والدول المتقدمة هناك ليس الكل يذهب إلى الجامعة كثير من غالبية طلبتهم غالبية من ينون الثانوية لنقول هكذا لا يذهبون إلى الجامعة هناك معاهد مهنية هناك ورش خاصة مصانع خاصة طرعاهم الذين يذهبون إلى الكليات وإلى التخصصات معينة قلة من نسبة قليلة نحن التوجهات المجتمعية توجهاتنا كلها الذهاب لأنه ماكو غير فرصة حتى عندما كانت لدينا معاهد قبل معاهد تكنولوجيا ومعاهد مهنية كثيرة الآن لا يعتنى بها ولا تسوي شيئا الحقيقة لأنه خريجيها أين سيذهبون لا صناعة ولا زراعة حتى المعهد الزراعي لا يذهبون إلى أي مكان فلذلك أنت كل سنة لديك بحدود يعني الدولة تتحدث عن 65 إلى 70 ألف خريج كلية مع الكليات الأهلية أكثر من 80 ألف خريج من يتعين من عندهم ربما لا يتجاوز الألفين والباقي كلهم يدخلون إلى سوق العمل كعاطلين وبالتالي تزداد البطالة بشكل عالي جدا ذلك عندما يتحدثون عن نسبة 16 أو 26 أو نسبة البطالة تقصد نسبة البطالة كذبة كبيرة حتى الأربعين بالمئة أكثر من عندها لأن هناك محافظات تحدث يعني مثلا محافظة بابل تتحدث عن 65% من شبابه من العاطلين وعلى فكرة أنه العراق الغالبية العظمى من شعبه هم من الشباب يعني من 65 إلى 65% من الشباب هم مقادرين على العمل ومنظمة العمل الدولية تعرف العاطل عن العمل هو من يعني لديه القدرة على العمل ويسعى إليه ويرغب فيه ولا يستطيعون أن يجد هم لا يستطيعون أن يجدوا فرصة للعمل لذلك كثير منهم يذهبون إلى عصابات البعض من عندهم يذهبون إلى ميليشيات يذهبون إلى وظائف لا تتعلق بشهاداتهم يعني لا تتناسب مع ما يمتلكونهم المعرفة ما استحصلوه من شهادات وبالتالي لدينا إضافة إلى هذه البطالة الكبيرة جدا لدينا خمس ملايين موظف هي بطالة مقنعة نحدث عن طرح الوظيفة دكتور وكيف أنه هذه التوظيف الحكومي يشكل ضغطا هائلا على المنظومة الحكومية وعلى الموازنة دكتورة هدام مساء الخير مساء الخير أهلا أستاذ ماجد أهلا بك نعم الحقيقة لو تحدثنا عن المشكلة من منظور اقتصادي بحت لماذا هذه المشكلة ظهرت لماذا استمرت لماذا أصبحت وكأنها مزمنة وتستعصي على الحل هل هناك قصور حقا في الرؤية وفي التخطيط قصور في الإمكانيات مالية أو بقية أدوات الحل؟ نعم أستاذ ماجد في الحقيقة نعم هناك جوانب اقتصادية كثيرة ومتنوعة وكذلك اجتماعية في هذا الموضوع أثرت وتؤثر إلى يومنا هذا بالنسبة إلى واقع البطالة حتى نمر بهذه الخطوات يجب أن نشخص الاقتصاد السياسي للبطالة كيف يسير وكيف هي خطواته يعني بالشكل التالي هناك زيادة في عدد العاطلين وبالتالي أيضا المهمشين في الدولة من 2003 إلى يومنا هذا سقوط الطبقة المتوسطة وبالتالي تراجعها بشكل كبير جدا أدى إلى خلل في التوازن الاجتماعي وبالتالي أيضا الاقتصادي كان على حساب من؟ كان على حساب وجود طبقة غنية جدا في هذا المجال مقابل يعني ظهرت ومقابل هناك طبقة فقيرة معدمة لا تجد الوظائف لها وبأبسط أشكال معنا البحث عن الرزق هذا الشيء الذي حدث عدم التوازن في البنية الاقتصادية والاجتماعية في العراق كانت سبب في حدوث ما يسمى بالاقتصاد المزدوج وهو وجود طبقتين في المجتمع طبقة غنية جدا وطبقة فقيرة مع اختفاء للطبقة المتوسطة كان سببها هذا من بين هذه الأسباب الاقتصادية أننا عادة نربط ما بين ظاهرة النمو الاقتصادي وما بين أيضا شيء آخر هو القدرة على التوظيف يعني بمعنى لو ازداد النمو الاقتصادي 1% معناه هذا سيؤدي إلى حل المشكلة بالنسبة إلى البطالة وسيزداد التوظيف لكن في حال العراق هذه الميكانيكية لا تعمل لماذا؟ كنا نعرف أن النمو الاقتصادي في العراق هو نموا غير حقيقي هو نمو غير مبني على الناتج السلاعي وبالتالي هو نمو مبني كما معروف لدى الجميع من أساسه على زيادة في إنتاج النفط وإلى آخره هذا أدى أنه لا يوجد هناك نمو حقيقي وبالتالي عدم وجود النمو الحقيقي أدى إلى أنه يعني النظام الاقتصادي ككل لا يستطيع أن يعمل على خلق فرص عمل جديدة عدم إمكانيته لخلق فرص عمل جديدة أدى إلى حدوث البطالة وازدادت شيئا فشيئا دكتورة هداب اسمحيلي هذه التوافر أو توفر للعراق مئات المليارات من الدولارات من بيع النفط هناك عائدات مالية كبيرة جدا يعني موجودة الآن هل هذا يندرج ضمن نمو اقتصادي توفر مليارات كتلة هائلة من الأموال للعراق من بيع نفط نعم هي أكيد ولكن تحسب من نمو غير حقيقي يعني أنت إذا عندك نمو حقيقي يجب أن يكون هناك ناتج سلعي وبالتالي هناك أناس تعمل وتعمل على إنتاج السلع وبالتالي تحقق دخول لهم وهكذا يتحقق فرص العمل شيء فشيء يعني دورة الحياة الاقتصادية تصبح مكتملة مع زيادة الإنتاج وزيادة الاستخدام وبالتالي تستطيع أن تقضي على البطالة ولكن وجود النمو المتراكم مثل ما ذكرت حضرتك من الموارد المالية القادمة من النفط هذا ليس نموا حقيقيا وهنا مشكلة العراق وبالتالي هنا المشكلة التي لا يمكن بها أن نحل المسألة البطالة ولا زلنا عند هذه النقطة واقفة من 2003 إلى يومنا هذا فما بالك أنه لا توجد هناك ميكانيكية جديدة ولا توجد هناك أفكار جديدة ولا يوجد هناك برنامج اقتصادي إصلاحي يعمل على حل هذه المشكلة التي أصبحت مشكلة مستعصية وبالتالي حتى عملية حل التفكير والحل في الأرقام التي نحن بصددها على سبيل المثال الجانب الصحي كوزارة الصحة تحتاج مثلا على سبيل المثال في عام 2019 إلى 150 ألف وظيفة ما تم استحداثه هو 30 ألف وظيفة وبالتالي هذه 30 ألف وظيفة أكيد ما أدت الواجب المطلوب في وزارة الصحة ومررنا في هذه الفترة في كوفيد 19 وبالتالي كلنا كنا شاهدين على تدهور الواقع الصحي في العراق مجمل الوظائف التي خلقت في العراق سنتحدث عن قضية هذا الترهل الوظيفي وكأنه جزء من الحل الحكومة تعد عاطلين عن العمل بوظائف بعقود مرحلية أو مؤقتة أو توظيف دائم وكيف هذا أيضا شكل ضغطا على الموازنة وعلى المنظومة الحكومية أو التوظيف الحكومي دكتور الحقيقة كل الحكومات بعد عام 2003 حاولت التهوين من نسب البطالة وخفضت نسبها أو قدمت أرقام غير حقيقية مع العلم هناك الحقيقة تقارير وخبراء اقتصاديون تقارير وبحوط تتحدث عن نسبة البطالة عالية عالية يعني هذا الحقيقة عملية دس الرأس في الرمال والهروب نحو الأمام وتقليل نسبة البطالة 16% كيف فاقم المشكلة وجذرها ورسخها أستاذ ماجئتي البطالة مشكلة البطالة واحدة من أخطر المشاكل التي تعاني منها أي بلد يعني إذا عانى من البطالة هي من أخطر المشاكل وهي ربما واحدة من أكثر دوافع الثورات التي تقوم بسبب البطالة هذه واحدة كبيرة دعك من النسب هم معالجاتهم لهذه لقضية البطالة معالجات إرقائية بغض النظر عن النسب هم يكذبون في كل شيء يعني الآن وصلنا إلى حالة الآن المواطن العراقي يعرف أنهم يكذبون مواطن العراقي عندما يسمع درجات الحرارة يقول كذب الآن لا يصدقهم في أي شيء يعني عندما يقولون درجة الحرارة 40 درجة يقول كذب درجة الحرارة 50 لا يصدقهم الحقيقة دعنا من النسب لكن حلولهم ترقيعية عندما يتحدثون الآن أن هذه الحكومة الجديدة ويوميا أقرأ بالأخبار ستجد أن كل الوزارات تعيين ما أعرف إش قد تعيين الخريجين تعيين كذبة كبيرة هذه هي الغالبية الذين يعينونهم هم كانوا من العقود يثبتونهم فهو يأخذ من الخزينة المركزية يأخذ راتب كان وتعيينه لا يعني أنت قضيت على البطالة البطالة نسبتها تزداد وترتفع وما لا علاقة لأن أنت عندك شقد نسبة التشغيل يعني ما قدرتك على التشغيل دولة ليس لديها قدرة على التشغيل ما عدها قدرة على التشغيل خذ أهم قطاع يشتغل في البلد منه القطاع النفطي قطاع النفطي مملوك لشركات أجنبية والشركات الأجنبية ضمن عقود التراخيص لا تشغل العراقيين نسبة العراقيين الذين يعملون بالقطاع النفطي لا يتجاهز واحد أو الاثنين بالمئة الباقي كلها أجانب وهذا بعقود موقعة مع الدولة لا أحد يستطيع أن يضغط عليهم وهكذا فأنت ليس لصناعة الصناعة انتهت عندك بالعراق أنت كانت عندك مجاميع كبيرة مئات من المصانع التي تنتج كل شيء انتهت الزراعة الآن لا شيء إضافة إلى سوق مفتوح والعراق بلد مستورد تحول حتى إذا كانت هناك زراعة ما تزرعه وأنت لا تستطيع أن تنافس فيه بالأسواق لأنه ما مستورد من الخارج أقل سعرا فبالتالي الفلاح لا يشجع ولا هناك دعم يترك هذه القضية ذلك حتى الهجرة إلى المدن صارت عالية جدا وزادت البطالة هذه كلها إضافة إلى عدم وجود تخطيط لعدد الخريجين وقدرتك على التشغيل شقد خريجين يتخرجون من الكليات والمعاهد وانت شقد تستطيع أن تشغلهم ليس هناك مجال للتشغيل لذلك هذه البطالة هذه الدعاءات بحلول لقضية البطالة الدعاءات كاذبة ترقيعية لا يمكن قبولها ولا يمكن ليس لديهم حل الحل يكمن في خطط تنموية كبيرة في وجود صناعات في وجود زراع في وجود وسائل انتاجية يعمل بها الكثيرون تستطيع أن تستوعب كل هذه الأيادي هذه غير موجودة دكتور الحقيقة المعظم كل التقارير الاقتصادية المعنية بالوضع الاقتصادي في العراق تتحدث أن القطاع الحكومي الآن هو الأكثر ضغطا على الموازنة العامة للعراق لكن دون وجود انتاج حقيقي يوازي هذه المصروفات العالية ممكن شرح لي هذه النقطة أكثر نعم يعني هو يعني خلينا نحطها بهالشكل بهالقالب يعني أكون لدينا أولا فقر إحصائي مغلوط يعني أدد كبير لدينا مثلا من الناس التي تعمل مثل ما ذكرت حضرتك الآن بالسؤال تعمل في القطاع الحكومي وقد يصل يعني كان يصل هذا الرقم إلى 5 ملايين وفي أحيان أخرى هناك تسجيلات لتقارير دولية 8 ملايين في 2016 والأعوام الماضية وبالتالي هؤلاء مقابل ذلك هم يعني عدد الدقائق التي يعملون بها لا تزيد عن 10 دقائق وأيضا في نفس الوقت هؤلاء يتميزون كما معروف لدينا جميعا بالبطالة المقنعة أي بمعنى أننا نستطيع أن نستغني عنهم في أي وقت وسوف لن يؤثر على العملية الإنتاجية أنفقت الحكومة كثير من الأموال تجاه هؤلاء وبالتالي أيضا هؤلاء إنتاجهم كان يساوي صفرا إذن المحصلة كلها بهذا الكلام وبهذا التحليل نجد أن هناك سياسات مغلوطة فقر إحصائي مغلوط في تحمين الأرقام سواء بالنسبة إلى الناس التي تعمل أو بالنسبة كذلك إلى حجم البطالة أيضا يجب أن نذكرها هناك كثير من المصادر الدولية تذكر بعض الأرقام للبطالة تختلف تماما عن ما تظهرها المصادر الرسمية يعني هناك في 2005 على سبيل المثال كتاب يظهر فيه تحت عنوان باللغة الإنجليزية Iraq's Shadow Economy يعني اقتصاد الظل العراقي يعني يقول ويشير إلى أن البطالة في العراق تصل إلى 60% وصولا إلى عام 2014 هناك تقرير دولي وصلت البطالة إلى 67% يعني احنا عدنا في النسب متفاقمة وليس هي التي تذكر 14 و 16 و 20 حاولنا مرارا أن نتأكد من هذه النسب ويعني حاولنا الاتصال ببعض الجهات الرسمية ولكن مع الأسف لم يكن هناك ردا على هذه الأرقام على الرغم من أن الأرقام جدا واضحة لمصادر دولية يعني متميزة ورصينة وبالتالي يؤخذ بها ولكن مع هذا لم يتم التصحيح أو الإدلاء بأي معلومات بهذا الخصوص إذن في كل هذا احنا نجح دائما أننا يجب أن نفكر بالعرض والطلب الموجود لدينا من العمالة الموجودة في داخل السوق العراقي في حالة العراق عندما يصل إلى أنه في أحد الموازنات في 2019 لا يستطيع أن يخلق أكثر من 45 ألف وظيفة لكافة القطاعات إذن إحنا هنا في مشكلة كبيرة وهذه المشكلة هي كديرة مع العلم دكتورة أيضا نفس التقاري تتحدث أن العراق هو واحد أو يعد من الدول الأكبر بعدد الموظفين نسبة إلى مجموع القوى العاملة تمام تمام صحيح صحيح أكيد هذا الكلام صحيح يعني هو جزء منه الفضائيين يعني يجب أن لا ننسى جزء آخر اللي هم احنا ذكرنا يعني قبل شوي ذكرته أنه هؤلاء يعملون ولكن بدون ناتج مقابل أي ناتج الذي يعملون فيه هو صغير جدا وبالتالي تأثيرهم في العملية الإنتاجية وفي السوق العمل سوف يعني لن يحقق نتيجة هذه المشكلة التي يعاني منها العراق ولم يضع لها برنامج إصلاحي يعني دقيق بحيث يتم القضاء على هذه المشكلة وبالتالي التخلص من البطالة كليا ولذلك نرى أن البطالة أصبحت مثل ما ذكرت حضرتك ككرة متدحرجة سنة بعد سنة وبالتالي تزداد يوما بعد يوم وإلى يومنا هذا لم تكن هناك حلول جذرية سنتحدث اسمعيني دكتور أنا أعتذر منيش نتحدث عن الحلول الحكومية لماذا ينظر إليها على أنها حلول حقيقة وهمية أو ترقيعية غير مجدية بس نستأذب منيش ومن ضيفنا هنا دكتور رافع الفلاحي ومن المشاهدين نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود ليكمال النقاش في حلقة الليلة من طاولة حوار عن مشكلة البطالة في العراق والحلول الحكومية الترقيعية غير الناجعة بعد الفاصل نعود يبقوا معنا هنا بوتقة الحضارة ما هي بغداد هذه؟ كيف نشأت؟ ما الذي أدى لمؤسسها إلى اختيارها في هذا الموضع من العراق؟ تعاقبت على العراق حضارات مجمّة الآن أصبحت سبعة آلاف سنة ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث حلقة الليلة في مشكلة البطالة المزمنة والحلول الحكومية الترقيعية ضيفها الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور هداب الكوبيسي دكتور الآن الحكومة أعلنت حكومة السوداني ومع إبصارها النور أعلنت عن إجراءات لحل مشكلة البطالة أو التخفيف من حدتها بوعود بتوظيف شباب عاطلين عن العمل الخريجين إما بعقود مؤقتة أو تحويل عقود المؤقتة إلى دائم بهذه الخطوة على الأقل خطوة أولى مرحلية يعني أول الغيث قطر ألا يحل المشكلة أو يخفف من حدتها وقسوتها لا أستاذ ماجز نحن تحدثنا عن هذا الموضوع الحقيقي لكن دعني أقول لك أنا أعتقد أن جذر كل المشاكل في العراق هو جذر سياسي يعني ما يحصل في المجتمع ما يحصل في الصناعة في الاقتصاد هو أساس سياسي رؤية سياسية قاصرة نظام سياسي قاصر غير قادر أن يبني دولة أو يبني إطار متكامل قادر أن ينتج وقادر أن يزدهر وينمو هذا واقع الحال بالتالي أنت أمام نظام هجين غريب عجيب يعني لا تستطيع أن تصفه يعني أي لا وصاف لا تنطبق عليه الحقيقة ما كان يوصاف في علوم السياسة تنطبق على ما موجود في العراق بالتالي أنت ترى أن العراق بلد بثروات كثيرة يعتمدون على النفط يذهب النفط من التصدير في شركات الصدرة وتصدر كثير من النفط ويتجي الأموال وتذهب إلى عجلة الفساد وتنتهي ولا إنتاج يعني شنو العائد اللي بيها لا عائد بيها يعني حتى خذ أنت ما صرف على ما يسمونه مؤسسات في الدولة المؤسسة الأمنية المؤسسة أي مؤسسة كانت هم يعتقدون أنهم يعني اهتموا بها ما هو الناتج يعني لا الأمن بالعراق متحقق ولا كل شيء متحقق ولا السيادة متحققة ولا استقلال متحقق فبالتالي أنت ما يعاني منه الاقتصاد له جذور سياسية الآن في العراق لا يوجد قطاع خاص كل الدول لديها قطاع خاص يسهم يسهم كبير ولديه نسبة معينة كبيرة في يعني في الدخل القومي يضيف إلى ويشغل يعني ربما الدولة غير قادرة أن تشغل بقدر القطاع الخاص قطاع الخاص مهم جدا في أي دولة والدول كثيرة لم يكن لديها قطاع خاص تصنع القطاع الخاص هؤلاء قضوا على القطاع الخاص لأن القطاع الخاص حتى بالورش الصغيرة لا يستطيع أن ينتج شيئا مقابل فتح أسواق العراق وحدوده لبضاع أجنبه وخاصة إيرانية بأسعار زهيدة ربما لأنه انتاج واسع ويذهب إلى العراق فلا يستطيع أن ينتج شيئا مقابل يعني زيادة أسعار المواد الأولية لا يستطيع أن ينتج والأيدي العاملة وصعوبة عليه فبالذلك أغلق أغلق ورشهم أغلق ومعاملهم الصغيرة لا وجود القطاع الخاص الدولة يجب أن تحمل قطاع الخاص وتحمل قطاع الخاص تحدد الأسعار تحدد ما هي المواد التي تستورد ولا تستورد تمنع استيراد بعض المواد المهم تحافظ على القطاع الخاص وتدعمه القطاع الخاص لكي يستوعب أيادي كبيرة والناس تتجه إليه لا تتجه إلى الدولة الدولة لا يمكن في أي دول من الدنيا لا يمكن أن تقوم الدولة مجرد خزينة وتدفع إلى الآخرين لكي يستمروا في حياتهم هذه مهمة ليس مهمة الدولة مهمة الدولة أن تبني لك أرضية مناسبة لصناعاتك لزراعاتك لكل البنى التحتية هي مسؤولة عن البنى التحتية أما الباقي فقطاعات خاصة تعمل عليه حتى طبيعة الخريجين الخريجين الكليات تحددهم وبالتالي تستطيع أن تدفع الآن أخذ مثال أكثر الخريجين عندما أقرأ الإحصاءات أجد أن أعلى المعدلات يذهبون إلى طب الأسنان وسألت لماذا في العراق دائما عندما كنا طلاب أعلى المعدلات كان يذهب إلى الطب البشري أو يذهب إلى الهندسة بفروحها لكن طب الأسنان كان أدنى الآن أعلى شيء طب الأسنان أو الصيدلة لماذا؟ لأنها تأتي بموالغ كبيرة تستطيع مردود سريع وهناك عيادات خاصة وهناك صيدليات خاصة والقضية لها علاقة بالتجارة إذن حتى المهن حتى الشهادات حولوها إلى قضية مهن مهن وتجارة بسنس خالص وبالتالي أعداد الخريجين لا يتناسب أن تتجد الآن حتى من يفتحون كليات لطب أهلية هل هذا يحتاج العراق أو لا يحتاج العراق؟ هل ما نخرجه من الأطباء هؤلاء لديهم القدرة والفهم والعلوم الكاملة التي تستطيع أن تفيد البلد؟ لا أحد يدري هو بالتأكيد وأساتذة الجامعات يؤكدون عكس ذلك نحن إذن هناك فوضى في التخطيط لا وجود لتخطيط ولذلك البطالة تزداد الهموم تزداد ولذلك الشباب يغادر إلى خارج العراق والكثير من الأياد والقدرات العقلية العراقية ذهبت إلى الخارج وتذهب واليوم أي استبيان لأي الشباب عن ماذا يريد؟ يقول لك أريد أن نهاجر إلى خارج العراق الدكتورة هداب الحقيقة الإجراءات الحكومية في عملية التوظيف أو وعود الحقيقة ما زالت لحد الآن وعود إعلامية حكومية بالتوظيف سواء في العقود الدائمة أو العقود المؤقتة هذا حل الترقيعي هذا يفاقم المشكلة ويجذرها وميحلها والحقيقة أيضا يفاقم الترهل الوظيفي الآن في العراق ترهل الوظيفي هذه التعيينات أيضا ستضخم هذه الكتلة في الموظفي القطاع العام هل من شرح أكثر كيف تفاقم المشكلة؟ نعم أستاذ ماجد يعني في حقيقة الأمر هو بشكل التالي يعني أنت حتى تحول الشخص الموظف من عقد جزئي إلى عقد كامل بالتالي قد يعني يحل مشكلة لبعض الأفراد وبالتالي هذه نسبة جدا منخفضة لا تشكل نسبة كبيرة السبب في ذلك يعود لأنه إحنا لازم نعرف الاقتصاد العراقي شي يحتاج فإحدى الدراسات الدولية أشارت في 2019 أن العراق حتى يخرج من مسألة البطالة وتنحل هذه المشكلة وبالتالي لا تبقى هذه المشكلة كسمة من سمات الاقتصاد العراقي يجب عليه أن يعمل على تحريك ميكانيكية الاقتصاد وبالتالي يعمل على أن يفكر على أن يعمل على خلق خمسة إلى سبع ملايين وظيفة إلى حد عام 2030 بالتالي هذا الرقم العراق سوف لن يستطيع بالتأكيد العمل على خلقه هذا الرقم خمسة إلى سبع ملايين للألفين وثلاثين إحنا للألفين وثلاثين يعني تقريبا بقتنا حوالي شوية أكثر من سبع سنوات السؤال هل ممكن؟ لا بالتأكيد ما ممكن إذن معناها أيضا هذه البطالة ستبقى معنا هذا من جهة من جهة أخرى أود أن أشير إلى النقطة التي أشار إلها الدكتور رافع بما يخص القطاع الخاص نعم صحيح القطاع الخاص لن توليه اهتمام الحكومة لا الحكومات السابقة ولا الحكومة الحالية يفترض بها أن تبدأ منذ اللحظة الأولى في الاهتمام بهذا القطاع يشار أنه حوالي يعني كانت هذه المشكلة قبل 2019 حوالي استطاع القطاع الخاص أن يعمل على امتصاص عدد لا بأس به من الناس العاملين ولكن 25% تم تسريحهم بشكل كامل دون رجعة بعد 2019 يعني بعد حالة الكورونا وإلى آخره إذن هنا لدينا مشكلة مشكلة أخرى تكمنين في قانون الاستثمار العراقي قانون الاستثمار العراقي رقم يعني 13 لعام 2006 والمعدل منه في 2010 و2015 يعني كل هذا يشير إلى عدم توضيح فكرة قانون الاستثمار بما يخص الوافدين والعاملين الأجانب في داخل العراق هذه نقطة مهمة دكتور اسمع لي ممتاز أنت عسلتين لهذه النقطة الآن الإحصاءات الرسمية الحكومية تتحدث عن تدفق مئات الآلاف من العمالة الأجنبية وهو عامل آخر من عوامل مفاقمة مشكلة البطالة في العراق يعني واستقبل مئات الآلاف سنويا الحقيقة خلينا ما الحاجة الاقتصادية من منظور الاقتصادي ما الحاجة لبلد تعداده 40 مليون يستورد عمالة أجنبية تستنزف عملة أجنبية أيضا نعم يعني أحصائية تشير إلى أنه وجود 750 ألف أجنبي إلى مليون ونص لأن بعضهم لم يمسجل بشكل صحيح والبعض الآخر موجودين يعني مسجلين بشكل صحيح هذه العمالة الأجنبية لم توصف في قالون الاستثمار بشكلها الصحيح النسبة المئوية منها في الاستخدام وبالتالي يجب أن يكون هناك نسبة أخرى في الجانب العراقي عدد من العاملين يعني كل شركة تأتي وخاصة الشركات التي نعني هنا بها شركات النفط تأتي بعمالها الأجانب من جهة لم تستطع الدولة أن تعمل على حصر هؤلاء من جهة أخرى قانون الاستثمار لم يحدد النسبة بشكلها الصحيح ولم تلتزم الشركات النفطية بما موجود في قالون الاستثمار بتشغيل عدد من العراقيين أو بإدخالهم دورات تدريبية يعني هناك بعض الوظائف لا يستطيع أي شخص أن يعمل على الدخول في سوق العمل بها وخاصة في هذا الجانب الفني إذن يجب أن تكون هناك دورات تدريبية لم تقم بها هذه الشركات إذا لو أردنا أن نخصص هؤلاء الأجانب الذين يعملون في هذا القطاع وخاصة اللي هم قادمين مع شركاتهم كل هذه الأمور التي نحن بصددها والتي لم تحللها مشكلة لا بقانون الاستثمار ولا بالجانب العراقي ولم تأبه الشركات الأجنبية بأن تعمل على إيجاد الحلول أدى أكيد إلى تفاقم المشكلة وبالتالي نجد هناك دائما تظاهرات وإلى آخره محاولين أن يعملوا على تحقيق مصالحهم وهذا من حقهم من حق الشعب أن يكون له جزء كبير في مثل هذه الأعمال بدل من الأجانب هذا من جهة ومن جهة أخرى هو السوق المتابعة والإشراف من قبل الدولة أدى كل هذا إلى تراجع في المنظومة الاقتصادية ومنظومة العمل بشكل عام وأدت هذه النتائج إلى أن تبقى نسب البطالة مرتفعة ولن تحل في الوقت القادم أي متوسط الأجل أو في الوقت الحاضر سنتحدث عن الحقيقة واقع البطالة في المستقبل في ظل كل هذه المعطيات على الأرض وهذا القصور في التخطيط أو الرؤية أو البرنامج الاقتصادي دكتور خلينا أسألك سؤال لماذا العراق يستورد أو تدفق عليه أو يسمح بتدفق عمالة أجنبية تستهلك عملة أجنبية وهناك بطالة ذكرة الدكتورة هداب تقترب تقترب 70% أن هناك عاطلين ما الحاجة لاستيراد عمالة أجنبية سأقول لك أستاذ ماجد ربما سبب مضحك ومبكي لكن هو له علاقة أيضا بما تحدثت عنه الجذر السياسي الدكتورة تحدثت عن قانون الاستثمار من أعد قانون الاستثمار هي القوى السياسية والقوى التي لديها مصالح فأعدت قانون يتناسب مع مصالحها عندما تسأل من يوظفون أو يأتون بالعمالة الأجنبية لماذا تأتي بالعمالة الأجنبية عدد شركات النفط فركني من شركات النفط لأن هذه بعقود التراخيص هم موافقين مع الدولة بتوقيع ويجيبون لكن عدها من يشتغلون في كل المرافق الأخرى اللي موجودة وهذولا أعدادهم كبيرة جدا عندما تسأل لماذا توظف الأجنبي ولا توظف العراقي يقول لك سبب له علاقة بطبيعة النظام السياسي اللي موجود يقول لك أن هذا الأجنبي أنا أشغله عندي أولا مرتبة أقل من المرتبة العراقي يأخذ مشاكل أقل من مشاكل المواطن العراقي عندما أحتاج إلى ظرف معين أطردل هذا الأجنبي لا أتحمل أي تبعات لكن العراقي قد تتدخل العشيرة وتدخل الحزب الفلاني وهو مدعوم منه فسأجد يعني طنا من المشاكل أمامي أتجنب هذه المشاكل بالذهاب إلى الأجنبي هؤلاء أغلبهم لا يسجلونهم مثلما تحدثت الدكتورة هؤلاء لا يسجلونهم لذلك لا يشملهم شيء ويمكن يطردوه في أي وقت وبأقل الأجور ويبات في نفس الورشة أو المكان أو المطعم أو بهذا الشكل ولا يستخدم العراقين إذن بالعودة إلى مرة أخرى الجذر سياسي لأنه لا قانون يحكم والعشيرة تتصرف كما تشاء والأحزاب تتصرف كما تشاء والسلاح منفلت وميليشيات وقوى تدعم هذا وتدعم ذاك فصاحب المال يخشى كل هؤلاء يذهب إلى جزء كبير منها إلى العامل الأجنبي إضافة إلى هذا أنه بلد منفتح بهذه الطريقة مفتوح مفتوح بهذه الطريقة يعني لا بسيادة ولا استقلال ولا كل شيء فأنت أمام ساحة مفتوحة للجميع الكل يعمل والكل يدعي بقدرات ومواهب ويصدقونهم وبالتالي أنت أمام يعني شهادات مزورة كثيرة خبرات مزورة كثيرة انتاج مزور كثير هذا الانتاج البسيط الذي ينتج وانت مضطر إلى أن تتعامل مع هذه تماشئة مع العالم وانفتاح والديمقراطية مثل ما يدعون إلى عمالة أجنبية كبيرة أنت لا تحتاجها أنت لديك تتحدث دراسات عن مليون ومئتين ألف الآن خارج القطاع النفطي من الأجانب يعملون وأنت لديك يعني سبع فمان ملايين عاطل عن العمل ورئيس اتحاد النقابات العمال يقول خمسطعش مليون عاطل عن العمل طيب دكتورة استعدل منك ومن دكتورة هداء بن المشاهد الكرام توقف عند هذا الفاصل القصير وبعد الفاصل حصلك السؤال الثاني قبل العودة إلى ضيفتنا في عمان بعد الفاصل نعود بقو معنا الوطن هو أمي وأبي الوطن قبل كل شيء هو الهوية هو منه أنا ومنه أنت ومنه أحلى كنا الوطن طمأنينة الوطن راحة الوطن استقرار تنزل في المطار تشعر أنه أنت غير يعني ما تحتاج شيء أنه أنت هذا بلدك يعني وأهله كيد الوطن يعني كل شيء في حياة الفرد ولاد طفول ناسه وأهله الوطن هو أغلى شيء في حياة الإنسان هو الماء الذي نشرب أهلا بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث فيها البطالة في العراق والحلول الحكومية الترقية ضيفها رافع الفلاحي وهدى بالكبيسي دكتور ما أن أعلنت حكومة السوداني عن إجراءات في التوظيف والتعيين وتحويل عقود مؤقتة إلى دائمة الحقيقة كل الاستبيانات واستطلاعات الرأي من العاطلين والشباب الكل لم يصدق هذه الوعود واعتبرها تصريحات إعلامية بين قوسين جوفاء لن تجد طريقها إلى التطبيق بحكم التجربة العملية على عشرين سنة يعني نظرة سوداوية هناك إحباط لهذا الواقع لهذا الواقع لأن المواطن العادي أو أي مواطن عندما ينظر يعني هو وين قدرة الدولة على التشغيل يعني ما هي المصانع التي أضافتها وفتحتها أو هي ما هي وسائل العمل التي جاءت بها يعني أن تعين ناس في كانوا عقود ويأخذوا الرواتبهم على العقود وعينتهم على الملاك الدائم هذا لا يعني شيء وأعدادهم كم يعني مثل ما تحدثت الدكتور أعدادهم لا تساوي شيء نسبة قليلة جدا لأنه أنت بالتأكيد المواطن والإنسان العادي يعني أي واحد حتى العطل على العمل ينظر إلى وين يعني ما هو المكان الذي سيحتوي سيحتوينا ما هي الأبواب الجديدة التي فتحت لكي يعني ندخلها ونجد عملنا ما هو لا توجد يعني لا توجد فرص العمل لا وجودة لفرص العمل في قطاعات لم تهي قطاعات جديدة يعني أنت تحتاج الآن إذا عدت الصناعة يجب أن تعيد البناء التحتية لكل الصناعة أن تعيد فتح مصانع كبيرة أن تشغل الناس أن يكون لديك إنتاج وإنتاج واسع وينافس الأسواق وتحتاج الناس ويربحون من عنده وقطع خاص يتنافس معه ماذا كل غير موجود إذن خطط تنموية ما موجودة ما موجود توجهات لصناعة وزراعة وإنتاج ويعني اهتمامات تجارية أخرى غير موجودة فبالتالي المواطن عندما تتحدث عن خطط أنه سنحتوي بدأنا بمعالجة قضية البطالة يعرف كذب هذه واضحة جدا جدا لأنه هي مثل المعادلة الرياضية واحد زاد واحد زاد واثنين واضح عندما تفتح أماكن للتشغيل سنقول نعم بدأت عملية وهذه غير موجودة وغير قادرين عليها ولا هناك موازنات ولا هناك تخصيصات ولا هناك رؤية ولا هناك توجهات لمثل هذا الموضوع الدكتورة هداب هل أصبحت البطالة مشكلة مستعصية ومزمنة وبالتالي لا حكومة السوداني ولا غيرها في ظل هذا الواقع تستطيع أن تتعامل مع هذه المشكلة وبالتالي مشكلة البطالة أو مستقبل البطالة في العراق مستقبل زاهر البطالة الحقيقة باقية وتتوسع وتتمدد نعم نعم شكرا أستاذ ماجد نقطة كل شيء مهمة يعني ما لم يتم إعادة النظر في كافة القطاعات سواء منها التعليمية بما يخص القبول في الجامعات وفتح الكليات الأهلية تحجيم من فتح الكليات الأهلية وبالتالي إعادة النظر في القبول سواء كان القبول المركزي بالنسبة للجامعات والكليات الحكومية أو بالنسبة للأهلية تحت ضوابط محددة حتى لا يكون عندنا هذه الأرقام الكبيرة بالنسبة لأعداد المتخرجين سنويا وبالتالي لا يتحملهم سوق العمل إذن هناك بداية يجب أن يكون هناك خطة خطة مركزية من قبل الحكومة الحالية اتجاه هذه القطاعات وأيضا يجب أن يعاد النظر بقانون الاستثمار بشكل يفسح المجال العمل للعراقيين ومشاركتهم في العملية الإنتاجية وعدم فتح هذه المشاريع الاستهلاكية لكل واضحة جدا في العراق التي تلاحظ خاصة بالنسبة لما يخص المطاعم إلى آخره وجلب الأيدي العاملة معهم سواء كانت أجنبية أو عربية في هذا القطاع الذي نعتبره قطاع استهلاكي أيضا يجب أن يفكر في إعطاء إجازات الاستثمار لمن وكيف وأن نوقف إجازات الاستثمار بما يخص القطاع الاستهلاكي وخاصة في فتح المطاعم وجلب الموظفين كما أشرت أجانب أو عرب حسب نوع المطعم وبالتالي أيضا التفكير في مجمل إنشاء قطاع صناعي زراعي يجب التفكير في أنه عدم الاعتماد على الخارج في أنه نعمل على الاستيراد السلع الصناعية وبنفس الوقت نعمل على استيراد السلع الزراعية وإنما يجب أن يتم يعني انتاجها في الداخل وبالتالي هذه تحتاج إلى خطط خطط عميقة ويعني بشعور مسؤولية عالي يجب أن يتم أن يتحقق ذلك عدم هذا كله سوف لن يتحقق أي شيء وستبقى البطالة كما هي مادام الحلول هي ترقيعية ومادام هي الحلول ليست جدرية إذن سوف نكون أمام مشكلة كبيرة ستبقى معنا مادام إذا لم نحلها بوجود أساليب علمية صحيحة وباتخاذ قرار صحيح يشمل كل قطاع على حدة حتى نستطيع أن نحصل على مخرجات مفيدة فيما بعد شكراً لدكتورة هداب الكبيسي الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية وكانت معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان وشكراً أيضاً للدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي وشكراً لكم على المتابعة في حلقة طاولة حوار وحتى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر